الظاهرة الحزيمة فريدة من نوعها جدا وحتى واحد ما يذكرها لا في وسائل الإعلام الوطنية ولا في أي برنامج ولا أي ندوة علاش الحزيمة يبقى تساؤل كبير أن بعد الحراك ربما ربما أقول كنية مبيتة باش يخرجوا الناس بكثافة من هذا الإقليم ما كنقولش مئة في الماء ولكن أعتقد أنه أرجح هذه الإمكانيات هناك عائلات بأكملة تصل إلى موطريل وشواطئ الأندلس عموما وشبه يومي شبه يومي كيوصل لهذه السوحلة دي ووسائل إعلام محلية دي الأندلس خاصة في إقليم غرناطا تترق لها الظاهرة وصليب الأحمر والسلطات المحلية كي يستقبلوا هذه الناس وهناك حالات عائلات بأكملها هجرات من الحزيمة عائلات بأكملها الرضع وصغار أطفال إلى آخر لكن لا أحد يحرك زاكناً هذا تساؤل من عندي وكانوا احتل المشاهدين باش يتسألوا معنا علاش الحسيمة وفقت الحسيمة بعد ما بعد الحراك مسموح لهم باش يتسألوا باللي كتقول الحسيمة كتعني فقت الحسيمة والمحيط مباشر ديالها شكراً العطاوية في الحقيقة ليس غير العطاوية لهذه الآفات كترات بزاف ولكن العطاوية عندها وضع متميز العطاوية نهار 11 يونيوم خرجت باركو من ناحية دياله قدير اللي فيه واحد وخمسين شخص أكبرهم في عمره أربعين سنة أصغرهم طفل ديال عشر سنوات جلهم من العطاوية ومن اللي غادروا كانت بعض المكالمات الهاتفية إلى حدود آخر الأخبار اللي موجودة هو أنهم عرب عديل الصبح مقاطعات الخبار ديالهم ومن الغدليه الناس بدأوا كي يديروا الاتصال ديالهم بسلطات إلى آخره السلطات طبعا كلها وشنو كي يقول كين فيهم اللي قال لهم ودي حنايا ما كانت تحركوا في هذا الشيء تكدز عشرين يوم يعني حتى اللي كيكون اللي اعطى الله عطاه عاد غادي يمكن نعتبرو بأنه كين قارينة جدية لأنه كي يستحرك السلطات الإسبانية استجبات المطالبة ديال الجمعيات المعنية بالهجرة وخرجت حسب تصريح ديالها فورا للبواخر ديال خفر السواحل والطائرات كي قلبوا وقالوا بأنه موصلوش للمنطقة ديالهم وبأنه أغلب ظن أنه غادي يكونوا بقاو في المياه المغربية ولحد الآن ما زال ما كان أي معطاوة لكن الأدهاو الأمر هو أن هذا الخبر هذا كان يعني العطاوية والمنطقة كلها معبأة صباحا مساء كاتبوا لأولادنا تكديرو من أجل أنكم تجيبوا للمخبارهم وربما تنقضوهم إذا كان لن يكون قد الصحافة المغربية لم تهدات من الكلام في الموضوع تقريبا من الغدلية نهار 12 أو 13 في هذا الشهر الصحافة العالمية الصحافة الإسبانية بشكل خاصة الجمعيات الدولية السلطات المغربية غير معنية ما كانش ولو بلاغ وحيد اللي يقول أودي ها المعطاية اللي عندنا ها الإجراءات اللي درنا ولا ها لاش ممكن لنا ندروا أي إجراءات الواجب ديال مساعدة أشخاص في خطار الواجب ديال الإخبار ديال الرأي العام والمؤسسات الواجب ديال إنه إلا لقدر الله تأكد بأنه كان وفايات 51 مفقود راه غادي يكون ربما أكبر عدد اللي كيفقدوه المغربة في عملية واحدة ديال المحاولة ديال الهجرة السرية واش يعني احنا كنديروا حداد أحيانا على شي حد من العائلة ديال شي رأيس دولة بعيدة هاد النس هادو ما يستهلوش أننا نوقفوه طرحوا من عليهم يعني مأساة الضحايا ديال هاد العملية ديال المحاولة ديال الهجرة اللي كتولي أحيانا قاتلة ومأساة ديال السير ديال المؤسسات ديال ولكن هادو قلت ماشية العملية الوحيدة اليومين الأخيرين كانت عدد من المحاولات اللي حتى هي كانت خطيرة والعلم أنه الخط اللي كيدل كنارياس خط طويل جدا خط خطير جدا أكثر بكثير من المحاولة الهجرة عبر المضيق ديال جبل طارق ولكن الناس كينتطروا أنهم يلجؤوا له لأنه كين مساحات شاسعة اللي كيمكن لهم ينطلقوا منها وبالتالي الإمكانية ديال اللجم ديالهم كتكون أضعف ولو أن بعض الصحف الإسبانية كتبات هذه الأسبوع لأنه راهم الناس ولو كينتطروا الخط ديال من الجنوب إلى الكنارياس لأن السلطة المغربية سد الفوق وما سدش بتحت للعلم أن ما لا يقل على 569 ديال الناس كانوا ضحايا في هذا الخط هذا ديال الكنارياس لعام ديال 2022 و 540 في الاتجاه ديال الإندلوس فقدنا أكثر من ألف شخص في محاولات ديال الهجرة السرية غير اللي مضبوطة لحالات دياله كان الإعلان على أنه تم الإنقاذ ديال 24 ديال الناس اللي حاولوا يهاجروا و 39 تفقدوا في هذا الخط هذا تأخر الخفر ديال السواحي المغربي عشرات ديال الساعات بعد الإشعار دياله عاد تحرك وخفر السواحي الإسباني كأكد بأنه نقض 169 مهاجر في هذه الثلاث أيام من خمس مراكب مختلفة إذن تكلمت على الأخبار الإسبانية اللي كتقول بأننا راه مقابل الإغلاق وانتم ما كتشوفوا في الصورة ربما لما بين عينكم كيفاش أن المغرب ما زال كيزيل يقوي الخطوط ديالتأمين ديال الخط الفاصل مع إسبانيا مع مليليا ولكن الجنوب ما فيهش يعني هاد الإمكانية ديال هاد النوع ديالتحصينات ما ننسوش أيضا بأنه اليوم 24 يونيو هو الدكرة ديالسنة على المحاولة ديال القفز على الحواجز اللي كانوا داروها حوالي ألفين ديال الناس اللي كانوا لاجئين في المحيط ديال هذه الحدود ولي رسميا على المغرب بأنه توفوا منهم 37 في حين أنه عفواً 23 اللي قال المغرب بأنه توفوا في حين أنه أخبار كتقول بأنه بما فيها أخبار جمعية مغربية لحق الإنسان فرعاً نظور بأنه 37 على الأقل هم اللي غد يكونوا ماتوا و76 كانوا في عدد المفقودين أمنيسيا انترنسيونال كتقول بأنه عندها خوف أن العدد ديال الموتى يكون وصل لمياه وقالت لأمينة العامة ديال منظمة العفو الدولية أنيس كرامار بأنه بعد مرور عام على مذبحة مليليا لم تواصد السلطات الإسبانية والمغربية إنكار أي مسؤولية فحسب بل إنها تمنع محاولات البحث عن الحقيقة ولم تعد تتم إعادة جثث الضحايا ولا تستير قائمة كاملة ورسمية ومعلنة بإسماء القتلى وأسباب الوفاة ولا تم وضع لقطات ديال الكاميرات ديال المراقبة لموجودة في عين المكان رهن إشارة العائلة ديال الضحايا ورعينها وقد ضيف كرامار بأنه يجب تعلم الدروس من مليليا وإلا فستستمر الخسائر غير مبررة في الأرواح والعنف والإفلات من العقاب على الحدود هذا والتجار الحقيقي بالبشر لمن جهة ديال اللي تيتاجر هذه الشبكات ولا من جهة التي تفرج فيها وما قدش يحبسها في حين السغلال ديال الفقر ديال الناس والحاجة ديال الناس والرغبة ديالهم في العيش الكريم هذا هو الحقيقة ديال التجار بالبشر اللي الدولة عاجزة أنها توقفها وهات يتدوز على عيني لأنها مليتنجو على منطقة صغيرة مثل عطاوية 51 واحد في مرة وزعمها هذه الأجهزة اللي ستراقب كل صغيرة وكبيرة ما عندهش بها علم وتتقول خسنت سنة وعشرية ويعارفهم بأنهم راح شدوا أحد القارب ومشاو وكذا وإلا غنولي سنقول بأن هات الأجهزة من المقدمة حتى لهذا ما عندهش معلومات ما يمكنش نهائيا هات الشبكات الزمان ما معروفاش نهائيا هاد الدولة مديرش لحسياتات ديالو يعارف بأنه دائما أوتداء من شهر خمسة تتنشط هاد الحركة هاتي والناس يفهموه بأنه شي مش فقط للفقر لأن الفقر معمروم يدفع للإنسان أنه يلو حاصل تهلكه ولي موت هاد اليأس بما نحنا مبقي ناش في المغرب في المرحلة ديال الفقر مع الأمل ديال أنه تحصل الأوضاع لا احنا فتنا الخط ديال الفقر إلى يأس من أننا سنجاوزه لأنه بالعكس يزداد الفقير فقرا وهذا الحالة ديال اليأس هذي واحدة من المخرجة دياله وأن الإنسان ممكن والكرم ممكن دير أي حاجة وبالتالي هذا هو الجواب الحقيقي على قاعد الخطابات ديال الإنجاز را إنجزنا درنا فعلنا كداما 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 ملين نشوفوه في منطقة صغيرة هاد الأعداد ودائما كيف تنقولوه تحدي الكبير وغير فتح الحدود شوفو شكل غير يبقى لأسف وي هذا الشيء كي وقع في نفس الأسبوع اللي كانت غواصة فيها خمسة ديال الأغنياء اللي ديرين السياحة وسياحة ديالهم هي أنهم تمنيام كي خلصوها بمئتين وخمسين مليون ديال السنتيم ديالنا ومن ضمنها كان الهبوط إلى قعر البحر في وسط المتوسط يعني قبلتنا ما بيننا وبين المريكان من أجل الأطلاصي وقيلة الأطلاصي قلتين موسوصي شكرا طبعا طبعا تهو ما كانت اسفو على الوفاد ديالهم ولكن التعبئة اللي كتوقع على حالات بحد هكا لأنهم أغنياء جايين من بلد غني خمسة ديال الرواح وقعات عليها عملية ضخمة ديال التفتيش في ظروف صعبة جدا يعني غادينا البلايس اللي غار قفوا وسط المحيط وحنا الناس ديالنا ما عاطين نشتة الخبار فما بالك أننا نطالبوا بأنه يكونوا تمك الناس اللي غينشوا ويديروا التحريات ويكون عندنا الإعلام العمومي ووقفت ما صباح مساء وكيستجوا بعب الله كل أخبار اللي كناخدوها كيستان مشو ناخدوها من صريحة التلقائية ديال المواطنس ومواطنين إما في اليوتوب إما عبر المنابر المستقلة اللي موجودة عبر الناس سيفو أديل اسمحتي فضل غادي ندير مداخلة قصيرة هذه المرة واحدة اشتثناء من خلف السطر كما قال وابين وجهك يعرفك الناس إذن مساء الخير مشاهدين الأعزاء مرة مرة واحد المرة في السنة ولا جوج كان واحد البؤرة ديالهجرة كذلك سننتابو لها لهي الحسيمة فقط الحسيمة وكنت كنت ستنى باش تذكره وما ذكرته عشق لذلك اضطرت باش ندخل لأن الظاهرة الحسيمة فريدة من نوعها جدا وحتى واحد ما يذكره لا في وسائل الإعلام الوطنية ولا في أي برنامج ولا أي ندوة علاش الحسيمة يبقى تساؤل كبير إن بعد الحراك ربما ربما أقول كنية موبية باش يخرجوا الناس بكثافة من هذا الإقليم ما كنقولش مئة فلما ولكن أعتقد أنه أرجح هذا الإمكانيات هناك عائلات بأكملة تصل إلى موتريل وشواطئ الأندلس عموما وشبه يومي شبه يومي كيوصلوا لهذه السواحيل هذه ووسائل الإعلام محلية دي الأندلس خاصة في إقليم غرناطا كتطرق لهذه الظاهرة وصليب الأحمر والسلطات المحلية كي استقبلوا هذه الناس هناك حالات عائلات بأكملها هجرات من الحسيمة عائلات بأكملها الرضع وصغار أطفال إلى آخره لكن لا أحد يحرك ساكناً هذا تساؤل من عندي وكني اهتل المشاهدين باش يتسألوا معنا علاش الحسيمة وفقت الحسيمة ما بعد الحراك مسموح لهم باشي واسم من اللي كتقول الحسيمة كتعني فقت الحسيمة والموحيط المباشر ديالها إجزال إجزال الإقليم ديال الحسيمة شكراً يحفظك